الغارة المنسوبة لإسرائيل في العمق السوري والتي استهدفت مركز البحوث العلمية في ريف حما ومرافق لتخزين السلاح تابعة له بدت لافتة واستثنائية عسكريا وسياسيا أيضا فإسرائيل تدعي بأن المركز الذي يشكل عماد الصناعة العسكرية السورية ينتج أسلحة كيموية وبيولوجية وصواريخ سام ستين بخبرة إيرانية وكورية شمالية وتعكف إيران على توسيعه ليشكل مصانع صواريخ دخيقة الأفضل للسوريين أن لا يقوموا بشيء وأن لا يخوضوا حربا أو صراعا مع إسرائيل وهم ليسوا معنيين بذلك وهم ليسوا أحرارا فالقرار بيد موسكو أعتقد بأنهم بدلا من أن يصعدوا عسكريا سيشكلون الأمر لمعلمهم الأكبر الاستهداف الاستراتيجي وهو الأول منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار جنوب سوريا بعث برسائل لأكثر من طرف لسيما إيران وروسيا والوليات المتحدة بأن إسرائيل لن تقبل تسوية في سوريا بعد داعش تبقي تموضعا إيرانيا عسكريا وأن تهديدات نتنياهو بمنع ذلك حتى بثمن حرب جدية اللافت أن هذه الغارة تمت بالتزامن مع قيام جيش الاحتلال بأكبر مناورات عسكرية منذ عقدين تحاكي حربا مع حزب الله وسيناريوهات متغيرة من بينها اندلاع حرب على الجبتين السورية واللبنانية معا زياد حلبي العربية القدس المحتلة